البداية من العراق ومع الخسارة التي باتت رسمية لحلفاء إيران والذين لفظهم العراقيون في صناديق الاقتراع هو شهر تشرين الذي ذكراه تلتصق بفشل استمرارية المشروع الإيراني في العراق حيث أنه قبل عامين من تاريخه خرج العراقيون ضد طهران ورجالاتها في الجنوب خصوصا ليهتفوا إيران بر بر العراق يبقى حرا وها هي نتائج الانتخابات المبكرة تقول كلمة الفصل طبعا لا روح رياضية في شكل الرد الإيراني وفق مراقبين وهنا جملة تساؤلات حول شكل الرد الميليشيات الموالية لإيران غالبا ما صعدت وبأنه ستلجأ إلى السلاح لعدم خسارة نفوذها ولعل أول الغيث ما قامت به ميليشيا النجباء اليوم التي لوحت بورقة الشارع فأقفلت طرقا للتأكيد على موقف ساسة إيران الرافضين لنتائج هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر